طلبتوا تفاصيل كاميرات الـ P40 Pro وأبشروا هذا الفيديو يعطيكم أهم المزايا في هذه الكاميرا القوية جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيف الهواوي P40 Pro 5G الجهاز الجديد الذي جاب قدرات كاميرات جداً كبيرة من نفس هواوي فعلى طول أقول أن الجهاز فيه أربع كاميرات خلفية موجودة في مستطيل أسود والكاميرات بالتعاون مع Leica ومسماها UltraVision Leica Quad Camera اسم طويل قليلاً ولكن ترى كمية التقنيات المدمجة فيها فتشفع لهذا الاسم يمتلك مستشعر سيموس 1 على 1.28 إنش يعتبر لمثيل له والأكبر في السوق حالياً بحسب كلام هواوي وأيضاً يأخذ 200% أكثر ضوء من نفس مستشعر الآيفون 11 والمستشعر يمكن من التقاط صور بإضاءة أكثر بحسب الكلام وأيضاً يقدم أداء أفضل من أي مستشعر سابق لدى هواوي نأخذ تفاصيل الكاميرات والكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل ومسماها UltraVision يعني الرؤية القصوى وتأتي بمستشعر RYYB يعني Red Yellow Yellow Blue الذي يساعد في سحب إضاءة أفضل مقارنة بمستشعر RGGB وهو Red Green Green Blue فالأصفر وكثافته ستساعد أكثر من الحساس الذي يركز على اللون الأخضر الكاميرا الثانية عريضة جداً بدقة 40 ميجا بيكسل ومسماها UltraWide Cine الآن UltraWide Cine يعني سينمائية عريضة وهذه الكاميرا الثانية الكاميرا الثالثة مقربة بدقة 12 ميجا بيكسل ومسماها SuperSense Telephoto يعني المقربة باستشعار جداً عالي والكاميرا الرابعة Time of Flight 3D تفيد هذه الكاميرا في العزل والعنق نذهب للكاميرات الأمامية وهي ثنائية الأساسية بدقة 32 ميجا بيكسل وفيها Auto Focus والثانية كاميرا العمق واسمها Depth Camera ستساعدكم في عزل الصور التي تأخذوها بالكاميرا الأمامية وأيضاً ستساعد في الأمان في الجهاز بفتح غلق الجهاز بأمان باستخدام استشعار الوجه وليس فقط الاعتماد على صورة وهذا الشيء الذي يكون لما يكون فيه كاميرا واحدة أمامية فقط الـ P40 Pro يدعم التصوير باستخدام الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي يدعم محرك الـ XD Fusion Engine هذا شيء جديد طلعته هواوي وهو استخدام معالج الكيرن 990 ووحدة MPU وهي المعالجة العصبية الداخلية في الجهاز والخوارزميات لأخذ مجموعة صور باستخدام كل الكاميرات لتحسن الصورة وشرحناها في فيديو المراجعة السابق ولا يمنع أن أقول لكم أن هذه المجموعة الكبيرة من الصور يتم أخذ كل أفضل نتيجة من كل واحدة من الصور وتدمج لكم هذه الصور في صورة واحدة كنتيجة الكاميرات تدعم ميزة هواوي Golden Snap AI هذه الميزة تأتي مع تحديث لاحقاً وماذا تفعل؟ هي توفر إمكانيات عديدة في التصوير مثلاً أثناء التقاط الصورة ستأخذ مجموعة صور بدقة 4K وتعطيك إمكانية التعديل وإختيار أفضل فريم وأفضل إطار من هذه الصور وتعطيك اقتراحات بأفضل ثلاث فريمات والتقطت لهذه الصورة مع خصائص الـ Golden Snap تخفي الأشخاص الذين في الخلفية بعد التصوير ونفس الشيء تخفي إنعكاسك أثناء التصوير هذه الميزة تصدر لاحقاً مع تحديث فدائماً نحرص على التحديثات الكاميرا أيضاً تدعم تشغيل كاميرتين خلفية في نفس الوقت لتصوير فيديو بمسمى دول View Video يعني فيديو ثنائي الرؤية كاميرتين الكاميرا الخلفية تدعم ميزة تقريب الصوت التي تحسن الصوت لو قربت على الشخص أو المنطقة أثناء التصوير هذه كيف تفيد لو أنت بين مجموعة ناس وفي واحد متحدث بينكم أريدك فقط تركز على الصوت وقرب الكاميرا عليه ويتم تقريب الصوت واستشعار صوته أكثر من الباقيين أكيد الأساس تجربة التصوير ولو رحنا لتجربة التصوير ففي الزاوية الأساسية يقدم صور مشبعة بتفاصيل وحدة جيدة جداً الإضاءة جيدة الألوان أحياناً تكون مائلة للبرودة وعلى فكرة الزاوية الأساسية تعطيك بيكسلات عالية وهذا بفضل كاميرات 50 ميجابيكسل التصوير باستخدام الزاوية العريضة جداً سيعطيكم تفاصيل مرضية وسحب إضاءة جيدة جداً ويعتبر مشابه لنتائج الزاوية الأساسية لكن هنا الألوان تعتبر حارة قليلاً في تصوير HDR، الكاميرات تقدم تفاصيل وتوازن جيد ومرضية والألوان بردة قليلاً الجوال يدعم التقريب الحقيقي إلى خمس مرات والهجين إلى عشر مرات والرقمي إلى خمسين مرة والتقريب الحقيقي والهجين يقدموا تفاصيل مرضية لكن مع التقريب الرقمي، الصورة ستكون قليلاً مغبشة وسوف تفقد بعض التفاصيل الموجود فيها وهذا بحكم أنه تقريب رقمي في تصوير البورتري، الكاميرا تقدم عزل وتغبيش جيد جداً مع ألوان حارة قليلاً وعلى فكرة نمط البورتري يعطيك ثلاث خيارات في التقريب قبل التقاط الصورة في التصوير بالنمط الليلي تمت التجربة بالإضاءة الشبه معدوبة مع قاعدة للتصوير وقدم تفاصيل وحدة جيدة وسحب إضاءة مرضية لكن كان هناك تزاز وتشويش في الوجه وفي نفس الزاوية تم التصوير بنمط الصور العادية وقدم سحب إضاءة أفضل من النمط الليلي ولكن الألوان تفرق وطالع باردة نوعاً ما وفي نمط التصوير الليلي الأمامي قدم حدة وتفاصيل جيدة مع سحب إضاءة جيدة جداً وتم التصوير بدون نمط الليلي وقدم تشويش والألوان أبرد مع تفاصيل وحدة أقل فهذا الشيء يؤكد لنا أنه سحب الإضاءة أكثر بكثير وبالتأكيد سيأتي تحديثات كثيرة لنفس الكاميرا وتوقعوا إبهار أكثر من ناحية جودة التصوير وصدق صدقي يعني كان هناك صدمة من مسألة الصورة عندما رأيتها بالذات عندما تتحدث عن الكاميرا الخلفية لا الفلاش يعمل ولا كان أصلاً فيه نور عالي ما كان فيه لنور القمر ونور بسيط خفيف بعيد ونرى هذه الصورة أخذتها من فيديو فقط لكي ترى كمية الضلام وهذه هي الصور التي طلعت نتيجة لنفس المكان يعني بالفعل هناك شيء مبهر في هذا الحساس الذي يسحب إضاءة أكثر في تصوير الفيديو الخلف يقدم ثبات جيد ومرضي وعلى فكرة يصور حتى 4K و60 إطار في الثانية وعندكم ميزة الانتي شيك يعني ضد الاحتزاز والذي من خلالها تعطيكم ثبات عالي حتى مع تحريك الجوال التحركات البسيطة في التصوير من الكاميرا الأمامية سيقدم لكم تفاصيل مرضية والألوان مشبعة لكن مائلة إلى البرودة وفي تصوير البورتري في الكاميرا الأمامية سيقدم لكم عزل وتخبيش جيد جداً وهذا بفضل المستشعر حق العمق الموجود مع الكاميرا الأساسية التي هي في الجهة الأمامية والألوان تقريباً باردة وأحياناً في تنعيم خفيف على البشرة أما عن الكاميرا الأمامية وتصوير الفور كي فهذا هو فور كي وأيضاً 60 إطار في الثانية هذه هي أحد القدرات التي موجودة في P40 Pro نتحدث عن الكاميرا الأخرى ستفيد بالعمق والعزل وأيضاً بالتأكيد ستفيدكم في فتح الجوال الكاميرات أيضاً تدعم التصوير البطيء بدقة 720 و 7680 إطار في الثانية تذكروا هذه القوة التي رأيناها سبق على الميت 30 برو وجدت هنا أيضاً على نفس P40 Pro وكل ما لها الكاميرات تتحسن ويعتبر التصوير البطيء بهذه الدقة وبهذه السرعة من أبطأ الكاميرات في التصوير بهذه الجودة في الثاني وقتما قمت بعمل هذا الفيديو وأذكركم أن P40 Pro يتوفر باللون الأسود والفضي الثلجي وأيضاً يتوفر باللون الذهبي وهي لحسب السوق والمكان الذي موجود فيه وأيضاً من ناحية الأسعار، هناك رابط موجود في أسفل الفيديو يبين لكم الأسعار وقت الحالي لهذا الفيديو مع الألوان المتوفرة وخليتها عن طريق الرابط على الأساس وقتما رأيت هذا الفيديو إلا أن تجدوا السعر الحالي الأمر الثاني الذي يجب أن أوضحه هو أن الجهاز هذا والتطور الموجود فيه جداً كبير وفيه أكثر من مجال ولكن الآن أرى الشيء الذي يجب أن أفعله هو مقارنة ما بينه وما بين منافسيه فأنت قلوا لي مع مين أريدكم أن أقارن P40 Pro 5G؟ هذا الجهاز الذي يوجد خصائص كثيرة حطيت الخصائص كلها في مراجعة تفصيلية والكاميرا ركزت عليها في هذا الفيديو، فعندكم هذا الفيديوين لا يفوتكم وهنا أقول نهاية الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإذا لم ترى المراجعة P40 Pro، هذه هي التي تختارها وتذهب إلى فيديو P40 Pro، أراكم على خير موسيقى